أهلا بكم الأعراض المبكرة للفصام هي أعراض بتسبق المرض وبتستمر أحيانا لأسابيع وأحيانا لسنين وغالبا لسنتين أو أربع سنين وبعدها بيظهر مرض الفصام حوالي 75% من اللي جالهم فصام مروا بمرحلة الأعراض المبكرة لكن مش كل اللي عنده الأعراض المبكرة بيجيلوا فصام فقط من 20 إلى 40% منهم الأعراض المبكرة بتتطور لمرض الفصام ودول غالبا ما بيكون عندهم استعداد للإصابة بالمرض زي إن يكون فيه تاريخ وراثي بالمرض في العيلة أو إنه بيتعاطى حشيش أو مخدرات أو إن السن هو سن مراهقة أو شباب أول عرض من الأعراض الخامسة هو الإنعزال والابتعاد عن الناس مش عايز يكلم حد ومش عايز يروح المدرسة أو الشغل ولو اتكلم مع حد بيلاقي صعوبة في إنه يستمر في الحوار كمان لقيه يتوقف عن الروتين اليومي بتاعه ويفقد الحماس والاسمتاع والاهتمام والمزاج بيكون عصبي وبيكون فيه اضطرابات في النوم تاني عرض هو وجود هلواسة سماعية لكن على خفيف زي إنه يسمع صوت همهما هو بس اللي بيكون سمعها أو يكون عنده هلواسة بصرية على خفيف زي إنه يشوف خيالات وكمان ممكن يحس بحاجات غريبة بتحصله زي مثلا إنه يحس بوجود حد قاعد جنبه لكنه مش شايفه وتالت عرض هو إن التفكير يبدأ يتغير زي إنه يعتقد اعتقادات غريبة شوية لكنها ما بتوصلش لحد الأوهام الموجودة في الفصام زي مثلا إنه يفتكر إنه كل شيء بيحصل له معنى مرتبط بيه هو شخصيا مثلا لو سمع أغنية يفتكر إن كلمات الأغنية أكيد بتقصده هو أو لما يقرأ التعليقات اللي على السوشيال ميديا يفتكر إنه هو المقصود بالكلام ده لو مثلا إتنين قاعدين جنبه بيتكلموا أو بيتحكوا يفتكر إنهم بيتكلموا عليه أو بيتحكوا عليه لو بيشتري حاجات من السوبر ماركت يفتكر إن الناس بيبصوا على الحاجات اللي اشتراها وبينتقدوها ويبدأ يشك في الناس ونواياهم ويكون عنده إحساس إن فيه حد عايز يأزيه وكمان نلاقيه يبدأ يميل إنه يفكر تفكير فيه خرافة مثلا لو سمع أغنية يفكر إنه أكيد حبيبته بتسمع نفس الأغنية دي في الوقت ده لكن هنا المعتقدات ما بتكونش قوية وسبتة زي في أوهام مرض الفصام والرابع عرض إنه بيكون فيه بعض السلوكيات الغير عادية زي مثلا إنه يكلم نفسه بصوت واطي قدام الناس لكن في المجمل السلوك بيكون طبيعي وكذلك الكلام بيكون طبيعي لكن أحيانا بيكون فيه كلام مبهم مش واضح وغير مفهوم وخامس عرض هو انخفاض ملحوظ في المستوى الدراسي أو المهني وده لإن التركيز والانتباه بيقله بشكل كبير مهم إن الواحد يدرك الأعراض دي لو ظهرت عنده أو عند أحد المقربين ليه ونلحق نعالجها قبل ما توصل لمرحلة المرض علاج الأعراض المبكرة بيكون بجرعات قليلة من الأدوية المضادة للزهان وكذلك بالعلاج النفسي عن طريق العلاج المعرفي السلوكي أشكركم على المتابعة والمشاهدة